هناك سؤال ترح ربما هو مبني على الفضول والأصل في الصحافة الفضول بالأساس بيان مجلس الوزراء بالأمس أشار إلى مقدمة لصفقات كبرى وهذه الصفقة كانت توطيئة لذلك وحضرتك أشارت في معرض الشرح لهذا أحد السائلين يقول هل هناك ملامح لهذه الصفقات أو لشيء منها بصفانم إحنا الحمد لله مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدا سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط وإحنا بنرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر حيكون حابب أنه يكرر نفس النموذج لأنه بيحقق استفادة مشتركة زي ما قلت لحضرتك مخطط التنمية العمرانية محدد لنا مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو على ساحل البحر المتوسط اللي من شأنها تبقى تكرار لمثل هذه النوعية من المشروعات لكن غير دول في مجموعة أخرى من المشروعات اللي الدولة المصرية بتحضرها علشان تترحها كطرحة علامية إن شاء الله وكلها من المستوى العياري الثقيل على نفس هذا المستوى